عاش العراق عام 2017 واحدا من أخطر المنعطفات التي كادت تطيح خريطته منذ نشأته في مطلع العشرينيات القرن الماضي وبينما كان يقترب من حسب معركته لاستعادة ثلثي مساحة البلاد من قبل داعش اضطرت حكومته إلى مواجهة حلم الأكراد في الانفصال وأعادت حدودهم إلى ما قبل سقوط النظام السابق عام 2003 وقاد الرئيس السابق للإقليم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البرازاني الاستفتاء على الانفصال في وقت كان الإقليم يعاني أزمات سياسية ومالية في موازات رفض وضغط مرستهما الدول الغربية بقيادة واشنطن إلى جانب تركيا وإيران لتأجيل الخطوة إلا أن البرازاني برر المضي في قراره عدم تلقي الأكراد بدائل للبقاء في إطار الدولة العراقية أثار الموقف مخاوف حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واعتبرته تقسيما أحدي الجانب فحركت قواتها وطوقت الإقليم وأعادت انتشارها في المناطق المتنازع عليها مدعومة بموقف المجتمع الدولي اضطرت البشمرقة إلى الانسحاب سريعا وخاضت قتالا محدودا وتمكنت القوات الاتحادية في غضون أيام من استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها هذه التطورات شكلت ضربة للمكاسب التي حققها الأكراد طوال ربع قرن منذ انتفاضاتهم على النظام السابق عام 1991 إثر انهيار القوات العراقية في حرب الخليج الثانية بعدما تمتعوا بحكم شبه مستقل بدعم غربي وحققوا مكاسب إضافية في مرحلة كتابة دستور جديد للبلاد وإقرار النظام الفيدرالي في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003 ومن ثم وسعوا حدودهم إثر انهيار القوات الاتحادية أمام اشتياح داعش سلثة مساحة البلاد وإعلانه دولة الخلافة في العراق والشام ويرى مراقبون أن الخطأ في توقيت إجراء الاستفتاء من دون غطاء دولي وإقليمي أعاد الأكراد إلى المربع الأول ليؤجل حلمهم بالاستقلال ربما إلى عقود أخرى